الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الذي منع على عباده بفريضة الصيام أحمده سبحان جعل الصيام رمضان وقيامه سببا لغفران الظنوب والآثام وأشعر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشعر أن سجيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من صلى وصام وقام اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله واصحابه صلاةً دائمة متعقبة الليالي والأيام أما بعد فاتقوا الله عباد الله قطقاته فإن في تقواه عز وجل عصمةً من الضلالة والسلامةً من الغواية ونجاةً من المهالك أيها المؤمنون إن الله سبحانه فضل شهر رمضان على باقي الشهور ففيه أنزل القرآن وجعله شهر الصيام ومدرسةً لآداب والأحكام قال الله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أولى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وفي رمضان يقدر الله الأقدار ويغفر الظنوب والأوزار ويوتق الله أزوجل من يشاء من النار وفيه تصفر شياطين الأشرار وهو شهر البركة والروان والشهر الأرحام والإحسان وفيه ليلة هي خير من ألف شهر بشر به خير البشر صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم ورمضان شهر مبارك فرض الله أزوجل عليكم صيامة تفتح فيه أبواب السماء وتقلغ فيه أبواب الجحيم وتقل فيه مرضة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف الشهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمل والنساء فهو شهر لا توصى فضائل فعلى المسلم أن يستقبله بتهية القلب وتصفية النفس وتطهيرها وتفرق لتلاوة القرآن فأعظم مطلم في هذا الشهر إصلاح القلوب فالقلب الذي لا يستشهر فضل هذا الشهر قلب قاصي أيهو الإخوة المسلمون اعلموا أن الجزاء على الصائم مما استعثر الله بعلمه وحسب صائم أن يعلم أن أجره وجزاءه فوق كل جزاء ذلك لأن الله تعالى اختص هذه العبادة لنفسه وشرفها بنسبتها إليه ووعد عليها الجزاء الأوفى دون حصر أو تقييد كما جاء في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة أشهر أمثالها إلى سبمائة ضعف قال الله أزوجل إلا الصوم فإنه لي وأنا جزيبي يدعو شهوته وطعامه من أجلي لصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ويجاء المنزل وتفاقنا عليه بريو أمي ألا تندو أمي ألا تندو لالابيلة نجلينة أمي ألا سبمان وا تدعو أمي ألا سننان سننى بارليا سلاميووكا أمي ألا سبمان وا تدعو أمي أسنن دوني أمي أسنن خوفن نفلة سلي ولالابيلة سنن يتم وإسانما الأمر يومن باجون أمي أجراء يمي أمي شيريا كفو باتو ما فوش جاهن نفونا كرالا كلم اشتركوا في القناة 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 الحمد لله اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر